في الترمي الأول داخل مادة الرسم بالرسم الهندسي طبعاً بيتناول في مادة الرسم الهندسي أو فيما يخص الرسم الهندسي بعض الإسقطات للنقط والمناظير سواء مسقط جانيبية أو المسقط الأفقي زي ما نشوف كمان شوية في الإسلايض بتاعنا وبعد كده في الترمي الثاني بيبدأ بعد ما يكون أتقن إزاي يستنتج مسقط أو نقطة في الفراغ وخط مستقيم أو ما شابه بيدرس المواد اللي هي أو الأشكال الهندسية في الفراغ في الرسم الهندسي ثم بينتقل بعد كده إلى مقاس الرسم ثم إن شاء الله بعد كده في الترمي الثاني لما يكون خلاص ألم بالقسم الهندسي أو بالشق الخاص بالرسم الهندسي بينتقل إلى حاجة أو جزء بينطلق عليه الرسم الفني داخل التخصص وبيبدأ طبعاً في بدايات التخصص بتاعه بمعنى لو هو مثلاً من أرضه فيه تخصص الخرصانة يبقى بيبدأ طبعاً بإزاي يعمل مسقط أفقي لقاعدة خرصانية منفردة أو مسقط جانبي لشدة أو ما شابه ثم بعد كده بينتقل بالتدريج الأصعب فالأصعب فالأكثر صعوبة ده داخل مادة واحدة اسمها مادة الرسم الفني بعد ما بيكون أتم طبعاً مقياس الرسم الهندسي اللي بيقدر يشتغل به عفواً بعد كده بينتقل إلى مادة أخرى وهي مادة الأمن الصناعي وعايزين نأكد أن مادة الأمن الصناعي طبعاً ده بتسير في خط موازي مع مادة الرسم الفني أو الرسم الهندسي وهي نقطة البداية في التعليم الفني لأن طبعاً أساس أساس التعامل مع الطالب في التعليم الفني هو الأمن الصناعي السفتي زي ما بنقول ليه؟ لأن الأمن وسلامة الطالب طبعاً ده من أهم العوامل اللي بتنص عليها أو بتحذرنا أو بتلقي ضوء عليها الوزارة أنها بتوليها اهتمام كبير جداً عملية الأمن الصناعي لازم الطالب يكون ملم بقواعد الأمن والسلامة المهنية داخل المدرسة وداخل الورشة بتاعته وكذلك بيطبق ده خارج الورشة وبالتالي بيطقن عملية التعامل مع الحوادث وما شابه من حريق وإصابات داخل أو قطنته بداخل العمل يبقى هو كده بيلمي بمادة الأمن الصناعي ومادة الأمن الصناعي بتكمل معاه طبعاً الصف الأول ثم الصف الثاني بعد كده يبقى هو درس الرسم الفني الهندسي بشقاية الفني والهندسي ثم مادة الأمن الصناعي في الترم الأول والترم الثاني في الصف الأول ثم بتكمل معاه بعد كده في الترم الثاني بعد كده بتيجي مادة التكنولوجيا ومادة التكنولوجيا بترتبط ارتباط وسيق بالتخصصات المعمارية وخاصة في الجانب العمل يبقى مادة التكنولوجيا زي ما بنقول كده هي الإطار اللي بيدور في خلاله الشق العملي ولكن بشق نظر يبقى احنا كده حاليا كنا بنتكلم عن المواد بشقايها أو نوعياتها السلاسة الأولى المواد الثقافية وتكلمنا وقلنا ان هي الرضيات والفيزياء والكيمياء وما شابه واللغة الإنجليزية إلى آخره بعد كده تكلمنا عن المواد العلمية وقلنا في الصف الأول بيدرس الطالب ثلاث مواد راسل وأم صناعي ثم تكنولوجيا مادة التكنولوجيا بتشتق من الجانب العملي أو هي الإطار اللي بيدور فيه الجانب العملي ولكن بشكل نظري بيدرسه الطالب طيب بعد كده عندنا في مادة تانية أو نوع تاني من المواد اللي بيدرسها الطالب وهو النوع الثالث اللي هو المواد العملي يبقى عندي ثقافية علمية عملية العملية بقى الجانب العملي اللي بيطبقه الطالب بإيده أثناء أداءه للتمرين طبعا كل التمرين اللي بيدرسها في مادة التكنولوجيا بينزل في الورشة أو في مكان العمل بتاعه المخصص لأداء التمرين بينفذ التمرين ولكن بشكل عملي طبعا مع مجموعة من المدربين الخبراء في المجال اللي موجودين عندنا في التخصصات المعمارية في مدارسنا الفنية بيدرس معاه أو بينفذ معاه التمرين بشكل عملي طبعا بأدق الأخطاء زي ما بنقول ثم بعد كده بيجي فترة الامتحان سواء في الترم الأول أو الترم الثاني مجموعة من التمرين الطالب بينفذها حسب التخصص في مجموعات يعني مثلا في تخصص الخرصانة طبعا ما ينفعش أنه يعمل تمرين لوحده ليه؟ لأن تمرين بتاعتنا بتاعت التخصصات المعمارية تمرين كبيرة يعني لازم عشان تتنفذ يكون مجموعة بتشكلها مع بعض يعني بمعنى لو هو هينفذ الطالب تمرين فيه قاعدة مثلا وليكن قاعدة مربعة وقاعدة مستطيلة قاعدة خرصانية أو سواء ميدة أو عمود في الصف الثاني أو ما شابه ده مش هينفع يعمله طالب لوحده تمرين لوحده وإلى العملية هتكون مريقة جدا عليه طبعا وهتحتاج الكثير من الوقت طبعا ولكن بتدور فيه من خلال إطار مجموعة في إطار مجموعة مع بعض كله بيخدم مع بعضه في أداء التمرين زي ما بنقول كده عندنا حتى مهارة من ضمن المهارات بنسميها مهارة العمل في فريق وديا بنكسبها أو بنكسبها للطالب أثناء أداءه التمرين زي إنه طبعا يقدر يتعاون مع زملاءه زي ما هنشوف برضو إن شاء الله في الإصلايات بتاعنا التمرين وإزاي إنه الطالب يؤدي التمرين مع مجموعة من زملاءه كل واحد من زملاءه بيشترك في أداء جزء معين من التمرين سواء بيعمل طبالية من طبالي الجنب زي ما بنقول أو جنب سواء جنب رأسي أو أفقي بينفزه مع زملاءه كل مجموعة من الخمسة أو الستة بيعمله مجموعة تمرين واحد كل واحد داخل المجموعة بينفز جزء وكأنها خلية نحلة متكاملة بتتناغم في نسق واحد على السفل الآخر إن شاء الله بيكون أداءه مشترك مع بعض وكأن شخص واحد هو اللي قدى لإيه التمرين طيب نشوف مع بعض كده نكمل يبقى كده عرفنا بقى التخصصات ده في الصف الثاني الطالب بيدرس عندنا بيتشعب بقى ويبدأ عنده المواد بتكون أكثر تشعبا كان هناك في الصف الأول ثلاث مواد هنا طبعا أنا بتكلم عن المواد العلمية أو زي ما بنقول المواد الفنية زي ما أطلقنا عليها في بداية الحلق عندنا مادة أسماء اللي هي التكنولوجيا طبعا كانت معاه في الصف الأول ولكن بعد كده بتتناول موضوعات أكثر صعوبة أو تمارين أكثر صعوبة وتعقيد في الصف الثاني بعد كده مادة الأمن طبعا مكملة معاه من الترم طبعا أو من الصف الأول بعد كده برضه معاه مادة الرسم والتلاث مواد دول لو بصنا عليهم كده الأمن والتكنولوجيا والرسم هم دول اللي كانوا موجودون معاه في الصف الأول بيستحدث بقى أو بيجد عليه مادة زي مادة المساحة ومادة التخطيط وهنا لو احنا حابين نلقي الضوء على مادة المساحة ليه بيدرس مساحة في الصف الثاني طب ليه ما أخدش مادة المساحة في الصف الثالث واكتفينا بيها وتكون الدراسة لمدة عام واحد فقط هنا بنقول لنا أن المساحة مادة المساحة تكاد تكون أبعادها كثيرة جدا وفرعها كبيرة وكثيرة محتاجة طبعا أنه الطالب لازم يبدأ فيها زي ما بنقول وطالب بيحبو داخل التعليم الفني ولازم أنه يتعلم بدائيات المساحة من تحويل مأسات أو أبعاد لازم يبقى عارف يعني مقياس رسم لازم يبقى عارف يعني أنواع الخرائط اللي يتعامل معاه سواء طبغرافية كدستريلية أو خرائط طبيعية أنواع الخرائط وما شابه ثم بعد كده الأدوات والأجهزة المساحية اللي ان شاء الله بعد كده مفترض أنه هيستخدمها في الصف الثالث لمادة المساحة لما المادة ان شاء الله هتتشعب معاه في الصف الثالث يبقى هو في الصف الثاني بيدرس بدائيات مادة المساحة بالضبط وكأنه زي ما بدأ في مادة الرسم في الصف الأول وهو طبعا كان بداية دراسته أو كان كل خلفيته الدراسية مواد ثقافية رياضيات ولغة عربية ولغة إنجليزية وعلوم طبعا ده في المرحلة الإعدادية بيطلع التعليم الفني لا يفقى شيء أو محتاج أنه هو يتضرب أو يتعلم لسه لأنه هيحبو داخل مادة الرسم فبيتعلم يعني ايه من قياس الرسم وما شابه كذلك نفس المنهج ونفس النمط بينطبق على مادة المساحة ولكن مادة المساحة هنا هو درسها فين أو بداية دراسته فين في الصف الثاني بيدرس فيها القواعد العامة وبدائيات مادة المساحة ثم بعد كده بيستحدث عليه برضو مادة اللي هي مادة التخطيط وده كان بيطلق عليها في الأول ده الاسم اللي هو المصطلح الجديد لها مادة التخطيط مع التطوير والتحديث في موادنا الفنية اطلق عليها مادة التخطيط طبعا كان بيطلق عليها في الأول مادة المقايسات ودياً بتختص المادة بحساب تكاليف والخمات اللازمة لأداء التمارين الطالب طبعاً في الصف الثاني بيكون مواش مؤهل لدراسة مادة زي كده وبالتالي بيبدأ يدرس بدائيات مادة التخطيط من طبعاً كيفية تصميم الجدول وهو فارغ يتعلم إزاي يعمل الجدول بعد كده يعرف يعني إيه مواصفة لمادة من المواد ثم بعد كده في الترمي التاني في الصف الثاني بيدرس المواصفات الفنية لكل مادة وطبعاً لو اتكلمنا عن أهمية مادة التخطيط وليه مستقبلها طبعاً احنا عارفين مادة التخطيط من اسمها تخطيط أو مؤيسات بيعمل داخلها مواصفات يبقى الشغلانة أو المادة دي كلها على بعضها كده في الخارج أو في سوق العمل بيطلق عليها إيه ليه احنا بندرسه له هنا عشان بعد كده إن شاء الله إذا كان في يوم من الأيام مسؤول عن موقع من المواقع أو بأمر الله حيمتهم بمهنة الحاسب الكميات طبعاً بيحتاج هنا إنه يكون ملم بمادة التخطيط وإزاي يقدر إنه يعد مواصفة أو يعمل منقصة أو مزايدة من المزايدات داخل عطاء من العطاءات اللي بتتقدم فيه مشاريع المؤولات ومشابه وبالتالي هو محتاج إنه يتعلم إزاي يحسب المؤيسة لمشروع من المشاريع وكذلك داخل المؤيسة نفسها بيتعلم إزاي يكون ملم بالحديث عن أو يوصف مواصفات لخامة أو جزء من الأعمال محتاج إنه هو طبعاً يوصفه للمؤول عشان بناء على وصف اللي هيعده حاسب الكميات أو هذا الخريج المؤول بيحط السعر بتاعه زي مثلاً لو هنضرب مثلاً في المثال بتاعنا النهاردة في تخصصنا الخرصانة هو محتاج إنه هو أو جاله شغل مطالب إنه هو يحسب أو يطرح للسوق أو على عدد من المؤولين الشغل ده عبارة عن وليكن مثلاً صب بخمسين متر خرصانة مسلحة دي موجودة عنده في المشروع محتاج إنه هو يعمل مؤيسة ومواصفة عشان يطرحها في السوق للمؤولين وياخد طبعاً الأقل سعر والأعلى جودة واللي هينفذ بنفس السعر اللي هو هيترحه طيب فبيقول إيه؟ بيقول بيعلمه أنا بقى في شقين شق الأولاني داخل مادة التخطيط إنه هو بيعمل الجداول اللي بيتم فعل إيه؟ الحسابات وده جزء حسابات بالكميات المطلوب من المؤول إنه هو ينفذ الجزء الثاني بيكون عبارة عن مواصفات وده بيوصف الجزء أو الشغل المطلوب منه حجم الأعمال اللي مطلوبة كمالك هو بيمتن أو بيكون وقتها هو بحكم المالك يعني المعد للمواصفة هذا الخريج وهو بيكتب المواصفة بيكون هو بالضبط كأنه هو صاحب الملك أو صاحب المكان أو صاحب العمل وبالتالي بيقول بالمتر المكعب عمل أو صب خرصانة مسلحة مكونة من طبعا بيوصف 350 كيلو جرام أسمن 100 كيلو جرام حديد 8 من 10 زلط 14 رم دي مواصفات للمالك نفسه أو الاستشاري هو بيقول وهو بيعدها بيعدها وكأنه المالك بيقول أنا عاوزك تعمل لي 50 متر خرصانة بالمواصفات الفلانية دي طيب وأثناء كمان العمل لازم يرص أو المراعاة الدقة فيه رص حديد تسليح حسب الرسومات الفنية وكذلك ثم في الآخر أو في نهاية الوصف بيقول على أن يتم العمل حسب أصول الصناعة وكده بيكون قفل البند على المقاول يبقى وصف الشغل أو كمية العمل اللي موجود عنده فيه المواصفات وفي الآخر بيحط له الكميات بيبدأ بعد كده بيطرح ده في السوق أو على المقاول ويقول له الله أنا عندي 50 متر مكعب خرصانة بالمواصفات الفلانية اللي أنا ذكرتها دي هتاخد المتر بكام طبعا بيجي له عروض العروض ده طبعا فيه اللي بيقول أنا بياخد مثلا متر بعشرة تاني بيقول أنا بياخد بتسعة تالت بيقول أنا بياخد بتسعة ونص له طبعا اللي هياخد بأقل سعر وهينفذ المواصفات أو الشروط اللي هو كاتبها فيه فيه بند المواصفات فيه المؤيسة بتاعة يبقى كده احنا قلقنا الضوء على مادة التخطيط ويعرفنا أن الطالب في مادة التخطيط بيدرسة عشان يقدر ان شاء الله بعد كده فيه التخرج إذا انتهن بمهنة حسب الكميات اللي هو بيكون مهمته حساب كميات من مواد وكميات أعمال وخلافه زي ما بيقول كده برضو بيقدر انه يكعب ويمطر الشغل داخل المشروعات إذا لم يمتهن بمهنة اللي هي حسب الكميات كإداري فيه مشروع طيب يبقى عارف يقدر ازاي يس شغل عنده داخل المشروع بتاعه ويقدر يكعبه ويقدر يحسب عليه اللي هي المأولين أو القائمين على العمل داخل المشروع طب بعد كده عنده كمان مادة اللي هي حضرتك يا مستر زكرتها وهي مادة المساحة وطبعا من اسمها لازم احنا قلت ان هو بيدرس بدايات في الصف الثاني ثم بعد كده المادة بتتشعب معه لمزانيات وأجهزة ومشابة زي ما هنشوف في الإصلاف بتاعنا في الصف الثالث مادة المساحة بتأهله طبعا للعمل كمساح والمساح دايما أنا بقولها في كل حلياتي هو نقطة البداية أو شرارة البداية في كل مشروع ولا غنى عن وجود المساح داخل المشروع طبعا هو ده المنوط بربط النقاط وحدود المشروع ونقاط الارتفاع والانخفاض في كل المشروعات واستلام المشاريع بالميزان سواء بميزان الآمة أو ميزان التودليت إذن هو دينامو المشروع زي ما بنطلق عليه يبقى بنعلمه بدايات في الصف الثاني ثم بيكون أكثر جدارة في الصف الثالث ثم إن شاء الله بعد كده بيكون مههل للاتحاق بمعهد المساحة ومنه بيتخرج ويكون درس فيه على مدار عامين متتاليين اللي هو الصف الثاني والصف الثالث بيكون درس فيهم مادة المساحة وبالتالي عنده خلفيات لما بيدخل أو يلتحط بمعهد المساحة بيقدر إن شاء الله طبعا إن هو يكمل بعد كده بيتخرج بمهنة المساح وزي ما قلت لك أو إن مهنة المساح بتكون من أدق أو من أعلى المهن داخل المشروع وهي نقطة الشرارة فيه طيب نرجع تاني للصف الثالث بتاعنا ونكمل يبقى كده في الصف الثاني خلاص عرفت إن هو في المواد الفنية بيدرس خمس مواد طبعا ده لا غنى عن دراساته للمواد الثقافية يعني المواد دي مكملة معاه بالضبط كده بالتوازي مع المواد الثقافية اللي هي الرضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الإنجليزية وما شابه يبقى مواد الفنية أو العلمية اللي هم الخمس دول مكملين معاه أو بيدرسهم بجانب المواد الثقافية طبعا ما بنخفلش المادة العلمية أو الجانب العملي اللي بيقدي الطالب للتخصص الخرصانة في الصف الثاني بإذن المادة العلمية أو العملي الجزء العملي ممتد معاه من الصف الأول ثم الصف الثاني ثم الصف الثالث ولا غنى عنه لأنه طبعا الأساس في المشروع بتاعه بعد كده الصف الثالث خرصانة هوا زي ما بنقول شوف بيدرس نفس المواد ولكن عنده ايه بقى هنا في مادة كمان زادت عليه ليه مادة ايه يعني أنا لو بصيت تكنولوجيا وكان خد التكنولوجيا وبعد كده الرسم والمساحة والتخطيط وزاد عليه هنا مادة حساب الانشاءات ومادة حساب الانشاءات بنلقى عليها الضوء ليه بيدرسها وإيه نظام المادة دي أو ليه هي بتهتم بإيه داخل التخصص بتاعنا مادة حساب الانشاءات منوط بها دراسة الأحمال للمشروعات وإحنا بنفترض أن الطالب بعد كده إن شاء الله أنه ما بيقفش عندنا عند مرحلة الحصول على الدبلوم وبينتهي لا إحنا بنفترض أن الطالب بعد كده بيكمل فيه الكليات الهندسة أو الكليات العلمية وبالتالي هو محتاج يعرف بدائيات دراسة الأحمال اللي هو الاستراكشر بتاعه فيكون عارف إزاي يقدر يحسب أحمال وقاع على كاميرات وأعمدة وما شابه طبعا وبتتشعب مع الموضوع في الصف الثالث بشكل كبير جدا للمادة كان فيه البدايات أو منذ فترة كان مادة الحساب الانشاءات منقسم إلى قسمين قسم اللواء البدايات أو زي ما بنقول أصول مادة حساب الانشاءات كان بيدرسها في الصف الثاني ثم بتتشعب معاه في الصف الثالث ولكن مع التطوير والحداثة في التعليم الفني اللي بشره تعليمنا الفني حاليا مادة حساب الانشاءات بقت بتدرس في الصف الثالث طبعا بيدرس فيها الطالب أجزاء في يعني زي ما بنقول الأكثر أو بيلقي ضوء فيها على داخل المادة على الأجزاء الأكثر أهمية والعناصر المهمة اللي هي ممكن بعد كده بتخدمه في التخصصات العلمية عندما يلتحق إن شاء الله بالكليات الهندسية وما شاب زي إيه بها؟ بيبدأ الطالب في مادة حساب الانشاءات بيدراسة عزوم طبعا عزوم القوى وردود الأفعال ويكون عارف يعني أنواع الكاميرات اللي بتعامل معها لأن ده طبعا هيقابله في المشروعات إذا على افتراض أنه طبعا اكتفى وبدأ أنه يشتغل في السوق فلازم يكون عارف يعني كاميرا مستمرة يعني كاميرا بسيطة يعني كاميرا محملة بأحمال مركزة يعني كاميرا محملة بأحمال موزعة بانتظام ده كله مجهود بيدرسه الطالب أو بيتم مع الطالب داخل مادة واحدة داخل التخصص وهي مادة حساب الانشاءات عشان في الآخر أقدر أوصل به لبر الأمان إذا كان في يوم من الأيام مسؤول عن جانب من الجوانب العملية في المشروع اللي بيقوم بتنفيذه وبالتالي مادة حساب الانشاءات مادة أساسية ومهمة جدا داخل التخصص عندنا في التخصصات المعملية وبالذات داخل التخصص أعمال الخرصانة ليه؟ عشان يقدر أو يكون فاهم إزاي يقدر يعرف أحمال مبنى وبالتالي وبنان عليه تخلي بالك أنا قلت أحمال مبنى بشكل عام ولكن داخل المنظومة وداخل المادة الطالب بيدرس شق شق أو كل جزء من أجزاء الهيكل الخرصاني على حدة كل جانب من الجوانب أو كل هيكل منهم بيكون له أحماله وطريقة حساباته الطالب بيتعلم معانا في المادة أو داخل التخصص كل الأحمال على كل أجزاء المبنى الهيكلي الخرصاني وبالتالي بيكون ملم إن شاء الله أو عنده قدر من الثقافة وإن كانت طبعا مش هتكون موازية ليه أو مساوية لطالب هندسة ولكن هو خد أو درس القدر الكافي بما يكفيه لأنه إن شاء الله بإذن الله لما بيلتحك به الكليات العلمية أو العملية بيكون عنده خلفية ثقافية عالية في دراسة حساب الإنشاءات وبالتالي بيقدر أنه يكمل داخل الكلية طيب بعد كده بنشوف الشرح بتاعتنا بتقول إيه؟ الصف الأول طبعا ومادة الأمن وهنتكلم عن كل تخصص أو كل مادة إيه الشغل بتاعه أو طريقة التعامل مع الطالب إزاي وإحنا بندرس له إيه عشان طبعا حضرتك تكون متطمن على إبنك داخل التخصص وكذلك الطالب نفسه من البداية يكون عارف عند الالتحاق بتخصص زي تخصص الخرصانة التعامل بيكون إزاي داخل التخصص وأداءه بيكون إيه؟ وهنا لو بصينا أنه لو أول جزء طبعا بدأنا به فيه الأشكال وهو العدد اليدوية طبعا الطالب بيدرس لازم أبدأ معاه بالعدد والأدوات اليدوية اللي بيستخدمها داخل التمارين وداخل الورشة وتخصص الخرصانة بصراحة هو التخصص اللي بيكون أو بيتخرج منه الطالب بتخصصين أو بمهنتين إذا اكتفى بالدبلوم زي ما بنقول وهي مهنة النجار المسلح ومهنة الحداد المسلح ليه؟ لأن الطالب بيدرس بالتوازي مع دراسة الأعمال الخشبية بيدرس حديد التسليح وبالتالي بيكون ملم بأعمال حديد التسليح داخل التخصص طبعا زي ما بنشوف ده طبعا الشغل هو إزاي بيستخدم أو إزاي بيستخدم الأدوات بتاعته والعدد والأدوات اللي موجودة عنده في التخصص ده طبعا أجزاء من أهو العدد والأدوات المستخدمة في أعمال حديد التسليح وبنشوف طبعا يعني العدد اليدوية مع الحداثة اللي موجودة لجهزة الحديثة عشان طبعا إذا تعرض في يوم من الأيام وشاف آلة من الآلات دي فيكون عارف إن ده درسوا داخل التخصص وتعامل معاه دي آلة لربط الكنات بسلك الرباط في حديد التسليح طبعا يعني عوضا عن الكلابة دي اللي مسكها الصناعي في إيدو دي أو البنسة شكل البنسة اللي احنا بنشوفه ده بيطلق عليه داخل التخصص كلابة الكلابة دي بيستخدمها في ربط حديد التسليح بسلك الرباط طبعا فيه مع الحداثة والتطوير اللي موجود حاليا بقت فيه آلة لربط اللي هي بتقوم هي بالمهمة دي آلة شبكة رابية ببطارية هي بتقوم بعملية ربط اللي هي ربط سلك الرباط بحديد التسليح والكنات بعد كده بنشوف هنا طبعا الطالب بنعلمه إزاي إنه هو يسلح الأواعد وده طبعا بيكون أول جزء من الأجزاء اللي بتعامل معها الطالب وهي الأواعد الخرصانية سواء في أعمال حديد التسليح أو الأعمال الخشبية بعد كده عندي هنا شكل تاني من أشكال القواعد أو الأشكال العدد والأدوات بيستخدم الطالب هنا ده الفني أو المدرب أو العامل اللي في الموجود معاه فيه الورشة بيدربه أو بيعلمه إزاي إنه هو يلف الكنات ويئيس بالمتر طبعا الماسات وتكون دي طبعا وفق شروط زي من بلول وفق شروط وقواعد الأمن والسلامة المهنية لابس طبعا الجوانت في إيده وبيستخدم عشان حديد التسليح والمص أو الماكينة اللي في إيده ماكينة لفل إيه الكنات بعد كده طبعا هو خلاص كده درس حديد التسليح في الأواعد بيبدأ بعد كده ينفس حديد التسليح فيه الميد اللي احنا بنطلق عليها للسملات أو الشدادات وبنشوف طبعا الأشكال ده تمرين بينفزها الطالب داخل المدرسة أو داخل الورش ده برضو مشروع تاني هو بينزل طبعا بجانب الدراسة بتاعته لأن طبعا عندنا شق في الدراسة الدراسة عندنا مقسومة إلى شقين شق اللي هو الطالب العام وده بيدرس طبعا داخل المدرسة وشق عام مزدوج والمزدوج ده بيدرس طبعا ثلاث أيام داخل المدرسة وتلاتة خارج المدرسة أو في المصنع أو في الورشة وطبعا بما إن احنا تخصطنا عمرية فممكن بيكون شغله العملي في المشاريع ده بيدرس الجانب النظر في المدرسة أما الجانب العملي بينفزه في الورشة في المدرسة وفي المشروعات أو الشركات القومية اللي بتكون طبعا متعقدة مع وزارة التربية والتعليم شوف بعد كده بينتقل إلى جزء تاني الشدات الخشبية وبيبدأ الطالب في الصف الأول أنا مش هجيب الطالب من البداية وقول له تعالى نفذ شدة خشبية لأعدة خرصانية ولكن على الأقل في البداية خالص بيقدر أنه يعمل حاجة اسمها خنزيرة أو تحليقة بتكون موجودة حوالين أو يعني في بداية المشروع ونهايته حدود المبنى بيتم أو بينفزها على حدود المبنى بتاعه أو المشروع بتاعه بيعرف يعني إيه يعمل الخنزيرة دي أو التحليقة دي وبالتالي بيصمر فيها الخطوط المحاور بتاعته بنعلمه ليه أنا بنفزها عشان بشد عليها الخطان بتاعة الأساسات سواء الأعمدة زي ما احنا شايفين كده أعمود وقاعدة مسلحة ومية الأكسات بتاعتها بتكون مصمرة فيه أو أنا بخليه أو بعلمه الأكسات دي بتكون مصمرة فيه الخنزيرة أو التحليقة دي عبارة عن مسامير مصمر هنا ومصمر هنا فيه المسافة بتاعته اللي بتبقى موجودة على الرسم ثم المحور التاني بيئيس طبعا بيكون موجودة عنده على الرسم على الخريطة زي ما بنسميها بياخد المقاس وبيسبت المصمر هنا على نفس البعد بعد كده بيشد خط طبعا الخط ده بيكون أكس أو محور للعمود أو القاعدة بتاعته بعد كده بيعمل الأكس العكسي التاني مقط التقاطع الأكسي الرأسي مع الوفق ده بيدينا هنا أو نقطة التقاطع ما بين الأكسين دي هي بتكون سنتر القاعدة وبالتالي سنتر القاعدة العادية بتطلع عليها القاعدة المسلحة وهي نفس النقطة دي بتكون سنتر للعمود بعد كده طبعا هي بتكون نقطة البداية للمشروع بتاعي يبقى أنا بعلمه هنا في البداية خالص إزاي أنه يوقع المحاور دي من خلال أنه يعمل التقفيصة دي أو التحليقة دي زي ما بنطلق عليها في الجانب العمل ده طبعا شكل تاني إذا كانت المشروع بتاعي منخفض عن الأرض أو زي ما بنقول أساس هيعمل أساس لبشة وبالتالي بينزل بالعنق بتاعه أسفل الأرض فبيعمل التحليقة أو الخنزيرة دي بتكون أعلى سطح الأرض بيدرسها الطالب إزاي برضو يقدر ينفذها على ارتفاع من سطح الأرض بعد كده عندي بداية المشروع أو بداية الشغل بقى الشدات الخشبية للقواعد بيدرس الطالب إزاي هنا وبيدرسها حقيقة في مادتين أو من جانبين الجنب الأول بيكون عبارة عن مادة التكنولوجيا بيتعلم يعني إيه الأعضاء الخشبية اللي دخلة فيه تكوين هذه الأعدة وقطاعات الأخشاب المستخدمة كل قطاع من دي ونوعه والمأس بتاعه واستخدامه وكيفية تخزينه وتشوينه ثم عملية الفك أيضا بشكل نظري بتتم إزاي كل ده بيدرسه بشكل نظري فيما يختص بتنفيذ القواعد الخشبية طبعا ده في الجانب النظري في مادة التكنولوجيا ثم بتأتي مادة العمل وبينفذ الأعدة دي في الورشة عنده بالأبعاد اللي احنا بنحددها له سواء دي أعدة مربعة أو أعدة مستطيلة بيكلفوا بيها طبعا المدرب أو المدرس اللي موجود فيه التخصص بشكل عمل بتيجي بعد كده مادة الرسم بتشتق منها إن أعدة زي كده أنا بطلب من الطالب إنه إزاي يكون أو بينتلك قدرة التخيل أو ملكة التخيل عشان يقدر ينفذ لي أو يرسم لي القاعدة دي مصقة أفقي لما يبص عليها من فوق فبيبنلوا الحدود بتاعتها طول وعرضها والعوارض دي بتكون بشكل أفقي ده اسمه مصقة أفقي بيستنتجه الطالب ويروح ينفذه فين؟ في لوحة الرسم عنده برضو بعد كده مصقة جانبي يقدر يتعلم الطالب إنه يجيب مصقة أفقي كذلك يجيب مصقة جانبي وبيظهر عنده طبعا الأشكال دي وبنشوف هنا مدى قدرة الطالب على التخيل والاستعاب إنه يقدر يصور أو يحول هذا الشكل طبعا في الطبيعة إلى لوحة رسمية رسم ومعمارية نقدر من خلالها يعرف الجنب بتاعه متكون من إيه حاجة ثالثة كمان اللي هي منظور زي ما إحنا شايفين كده الطالب بتكون أو إحنا داخل التعليم الفني وفي تخصصاتنا المعمارية بنعلمه مهارة إنه يقدر يعمل منظور لأعدة بالشكل اللي وضح قدامنا ده ده منظوره بيقدر إنه يعمل الأبعاد بتاعته سلاسي الأبعاد عشان يقدر أو يحدد أو يقدر يوصف للمنفذ إزاي شكل الأعدة بتكون موجودة عنده بينتقل طبعا أهو زي ما قلنا لمادة الرسم ده المصقة الأفقي إزاي قدر يتخيل ده المصقة الأفقي للأعدة وبينفذ زي ما بيعمل مصقة أفقي بيعمل قطاع أو مصقة رأسي جانبي للأعدة لو إحنا بنقول هو واقف هنا بنعلمه كده ونقوله لو إنت واقف هنا وبتبص على جنب الأعدة من الناحية دي الشكل ده حيكون إزاي بيطلقه عندي بالشكل ده وبالتالي هنا بيمتلك أو بيتعلم الطالب مهارة إزاي يقدر يطلع من الشكل اللي موجود عنده اللي هو نفذه بشكل عمل في الورشة يقدر ينفذ الكلام ده على لوحة في رسم أو ما شابه على مسقطين مسقط أفقي ومسقط رأسي وده طبعا صورة أو شكل من الكتاب من اللي بينفذه الطالب بالفعل في مادة الرسم بعد كده طبعا بيخش أو بيدخل الطالب على موضوع أكثر صعوبة شوية من الأواعد وهو الميد سواء ميدة عادية أو متصلة ميدة زاوية أو متقطعة بيتعلم هنا الطالب برضو مهارة إنه إزاي يستمتج الأشكال الهندسية للميد اللي هو بينفذها في التمرين العملية ويقدر يعمل مسقط أفقي للميدة أو قطاع رأسي ومسقط رأسي لشكل الميدة يعني هو إحنا بنقول له لو أنت جيت قطعت الميدة من هنا وبصيت عليها كده بشكل رأسي إنت بصيت في الميدة من الناحية دي إزاي بيكون شكلها فبيقدر يكون أو بنعلمه يتخيل إن مجموعة الألواح اللي مشكلة للجنب ده بتكون مرصوصة فوق بعضها كده بشكل رأسي وبالتالي لو أنا بقول له لو إنت بصيت من الجنب ده إزاي توصف للجنب ده أو تقدر تقول للجنب ده متكون من كام لوح أو شكله إزاي عاش في عملية التنفيذ بتاعته هو بيقدر يحوله لجنب أو مسقط جانيبي زي ما بنشوف كده وبالتالي بيقول لي هنا إن الجنب ده فيه ده لوح اتنين تلاتة عبارة عن تلات ألواح قطاع اللوح مثلا عشر أو اتناشر سنطي وفيه عوارض هنا مستخدمة معاه والشكلات ودوكم وبندات زي ما بنقول هنا أو جسور ده بيكون ده كله ده بيكون موجود معاه هنا ولكن هو هنا ومش ظاهر ظاهر فين ظاهر معافة التمرين بشكل عملي بيقدر يستنتجه بشكل نظري على الرسم نشوف شكل تاني أو منظر تاني من الأشكال اللي بتعرض لها الطالب أثناء أداءه للتمرين سواء العملية أو في مادة الرسم داخل التخصص بتاعنا بشوف هنا كده ميدة اسمها ميدة متقابلة الميدة التانية كانت ميدة طبعا زاوية هنا طبعا لو انت لاحظت أنه بيندرج من الأصعب فالأكثر صعوبة هناك كانت ميدة عادية بعد كده ميدة زاوية ثم ميدة متقابلة إزاي لو قابلته ميدة زي كده يقدر يحولها لرسم هنا لو بصت كده ده مصقط رأسي قطاع رأسي هوا قطع كده وبص النحية دي وبالتالي فبيشوف الألواح وبداية اللي هي الميدة بمصقط رأسي وده الجنب من نحية دي وده الجنب من نحية دي هم دول اللي بيكونوا موجودون عند فيه المصقط الرأسي يبقى هنا بتعلم أو بيمتلك الطالب مهارة إزاي يستنتج المصاقط للمشروعات اللي بينفذها وده طبعا ميدة أكثر صعوبة كمان بدل ما كانت ميدة متقابلة هنا ميدة متقاطعة في أربع اتجاهات إزاي الطالب يقدر يحولها من تمرين موجود بينفذه بشكل عملي إلى تمرين موجود في مادة الرسم وندخل بعد كده على الطالب أو بينتقل لمرحلة تانية بعد البدائيات اللي تعلمها من الشدات الخشبية والعدد والأدوات والأمن الصناعي بينتقل إلى جزء تاني واسمه أعمال التجهيز لما قبل الصب ليه؟ لأن الطالب بقى بيكون مطالب إنه هو يتعلم إزاي وهو داخل على مرحلة الصب في المشروع بتاعه إزاي يقدر يأهل المشروع لاستقبال عمليات عملية الصب داخل المشروع هنا مثلا زي ما بنشوف بيدرس الطالب إزاي يعمل دمسات اللي بنطلق عليها المشيات عشان ده كله إحنا لو أنت لاحظت من المسمى عمليات ما قبل الصب يعني الخطوات اللي بتسبق عملية الصب من تجهيز وخلافه يبقى هنا لازم نفرع ما بين أثناء عمليات الصب وعمليات ما قبل الصب أثناء الصب ده اللي بيكون موجود اللي هو بنتكلم عن حرد التسليح ومرعاة طبعا الغطاء في الخرصانة وكيفية عملية الصب نفسها بتتم إزاي ولكن ما قبل الصب هو التجهيز لعمليات الصب من مراعاة طبعا تشوين وده بنلقى عليها الضوء شوية بعلم الطالب مهارة عشان يمتلك مهارة أنه لما يكون مقبل على مشروع تنفيذ مشروع إزاي يقدر يشون الخمات والموان اللي موجودة عنده فيما أو بما لا يضر أو يعوق حركة العمل داخل المشروع ليه طبعا لأنه لو هو مش دارس معانا وفاهم يعني إيه يقدر يشون الزلط في مكان والرمل في مكان والأسمنت بيشون بمواصفات معينة عشان سهولة تناوله أثناء عملية الصب ويه الموقع اللي بيكون طبعا بيختار الموقع الأمثل وأنا هنا بنعلمه إزاي يحدد الموقع الأمثل ليه الخلاطة أو البامب أو آلة الصب أي المكانة اللي تستخدم في المشروع الوقفة بتاعتها ومكان تنفيذها هيكون فين عشان سهولة عملية الصب أثناء العملية التنفيذ يبقى هو لو مش دارس الكلام ده طبعا لو بيشتغل بشكل ارتجالي بيعرض لمشاكل أثناء عملية الصب ليه لأنه ممكن يحط الزلط أو يشون الزلط بطريقة خطأ بتعوق بعد كده أثناء عملية التنفيذ تعوق معي حركة سيارة الصب أو الخلاطة أو الحركة داخل المشروع نفسه من عمال وفنيين ومشابة يبقى بالتالي كل ده كده بينطبق عندي أو بيدرج عندي تحت اسم أو مسمى عمليات التجهيز لما قبل الصب طبعا ده بيختلف عن عمليات التجهيز أو عمليات الصب الفعلية أثناء عملية التنفيذ يبقى كل ده مهارات بيتعلمها الطالب عندي بيمتلكها عشان يقدر يكون ملم بيمهارات تنفيذ ما قبل الصب بيعد المشروع لاستقبال عملية الصب نشوف بعد كده الشريحة اللي بعدها طبعا زي بالزبط كده نتعلم مهارات ما قبل الصب أو التنفيذ ما قبل الصب بينتقل إلى عملية التشوين ودي مشكلة طبعا بتقابله الطالب أو بتقابله بتقابله طبعا بعد ما بتخرج بنلاحظه في المشروعات هو خلاص خلص المشروع بتاعه أما بيجي بعد كده يفك الخشب أو النواتج اللي طالع عنده من المشروع بتاعه هي دي بقى المشكلة توجيهها أو عملية التشوين بتاعها عشان إعادة استخدامها بتتم إزاي ودي طبعا بتعمل عنده مشكلة كبيرة جدا وأخطاء كبيرة بنشوفها طبعا خلي بالك إن دي بتعلم أو بتخلي الطالب أو طبعا مش هنتكلم بقى نقول طالب الفني نفسه بيتعرض لحوادث خطيرة جدا ممكن تحدث له أثناء تنفيذه في المشروع كل ده بسبب سوق أو إنه هو ما درسش إزاي يشون المواد والأدوات المستخدمة معاه داخل المشروع يبقى أنا زي ما علمته في بداية المشروع إزاي يستخدم الأدوات بتاعته ويوصفها في المشروع بتاعه في تنفيذ المشروع بعلمه أيضا إزاي يقدر يشونها بالطريقة السليمة اللي تضمن أمن وسلامته أثناء عملية التنفيذ وما بعد عملية التنفيذ كذلك ده طبعا بيوفر عليه وقت وجود زي ما بنقول واختصاديات ليه؟ لأنه بعد كده محتاج برضو أنه هو هيرجع الخشب ده أو يعيد استخدامه تاني وبالتالي كل مقاس بعلم الطالب داخل المشروع بتاعنا أو في الورشة عندنا بتعلم الطالب إزاي يحط أو يرس كل مقاس ونوعية لوحدها على حدة في المكان المخصص ليه؟ عشان بعد كده ما يجي نفذ التمرين بتاعه في المشروع اللي جاي المقاس أو المكان اللي موجود فيه المقاس بتاعه اللي هو طلبه بالتحديد بيكون كل مقاس مرصوص في مكان لوحده ومتقفل بالشكل اللي احنا شايفينه على الشريح بتاعتنا كده زي ما هو موضح هنا الخشب المسكي هنا العروق هنا الواح اللي تزانه وخلي بالك أننا هنا كل مقاس من دول كل نوعية من دي بيكون لها مقاس أو تخانة محددة بتستخدم فيه عمل معين خاص بها يبقى الطالب هنا زي ما درس كيفية تستخدمها بيدرس كيفية تشوينها عشان بعد كده ودي موجودة داخل ورشة عندنا من الورش التعليم الصناعي متشوينة بالطريقة دي عشان كل نوع يكون عارفه عندنا طبعا كسر الخشب ده بيكون متشوين فيه جنب الواحده بيستخدم فيه أعمال العوارض وما شاب طيب شوف الشكل اللي بعده بعض الأشكال طبعا ليه الدمسات والمشيات اللي هي أعمال ما قبل الصب الطالب يتعلم ازاي ينفذ المشيات بما يخدم معاه عملية الصب لازم افرض انه في مشروع أو مطالب منه في تمرين ان الخلاطة هتكون موجودة في المنطقة دي والمشروع هناك في الآخر ازاي يقدر يعمل المشيات دي عشان تسهل عليه عملية تنفيذ او عملية الصب وطبعا ده أكثر من شكل للمشيات في عمليات ما قبل الصب كل دي عمليات ما قبل الصب سواء كانت من تشوين مواد او لاستخدام اخشاب طبعا هنا برضو انا بدي له تمرين داخل الورشة لو انت لاحظت بقول له هنا في التمرين ايه بالتعاون مع مجموعتك او زملائك ما هو المطلوب منك لتجهيز تجهيزه ما هو المطلوب منك تجهيزه لتنفيذ عملية صب القواعد الموضحة بالرسم وانا حبيت اجيب الشرايح دي لحضراتكم عشان تكون عارف ان ازاي انا بقدر اقيم بقيمه بشكل عملي بجيب له صورة او شكل زي كده وبقول له ازاي ان انت تقدر او ايه المطلوب منك ان انت تجهيزه عشان ينفذ الاواعد اللي موجودة قدام قدامك دي لعملية الصب يعني انا هصب الاواعد دي مطلوب منك انك انت تجهيز لا تجهيز لعملية صب الاواعد دي يبقى ده كان تطبيق على الدرس اللي احنا طبعا من شوية لسه متكلمين عنه اللي هو التجهيز لعمل الصب انا بحطه زي ما بنقول كده داخل المشكلة ايه المشكلة انه عنده مجموعة من القواعد دي القواعد دي مطلوب صبها هتتصب مثلا النهاردة طب انا محتاج منك انك انت تجهيز لي المشروع ده عشان اقدر انفذ عملية الصب بسهولة ويسر وبدون حدوث اي مشاكل وطبعا زي ما بتدوله المشروع بتدوله وقت ما بيسيبش العملية مفتوحة معاه عشان يقدر يكون محدد بوقت ينفذ فيه المطلوب منه بعد كده هنا طبعا تمرين تاني بيقول له انا لو احنا بصينا عزيز المتدارب بتعاون مع افراد مجموعتك قم بهداد وتنفيذ مشاية تصلح لاستخدامها فيه صب الخرصانة لللبشة الموضحة انا جايب له لبشة او مشكلة زي ما بنقول حطته داخل مشكلة مشكلة دي ان انا عندي لبشة هتتصب ايه حديد محتاج اعمل لها مشاية الزمن بتاعك ربع ساعة فكر وقول لي انا اقدر اعمل مشاية فين للمشروع ده وفين اهم مكان او افضل مكان اقدر انفذ منه المشاية عشان عملية الصب يبقى انا بحط الطالب داخل مشكلة عملية واقعية عشان يقدر بعد كده استنتج واشوف منه هو هيقدر يحلها ازاي وبالتالي ابقى متطمن على الطالب بتاعي او ابن حضرتك لما يتخرج انه هيكون طالب مهاري فني قادر يقدر يحل اي مشكلة تقابله في اي مشروع مهما كان مكانه زي ما بنقول بعد كده بنشوف تاني مواصفات المواد ودي جزء او شق بيستخدمه او بيتعلمه الطالب ما هو انا طبعا علمته ازاي هيصبه وازاي اعمل شدة خشبية وانواع الاخشاب المستخدمة وعلمته كمان ازاي العدد والادوات اللي موجودة وهيستخدمها ازاي طب هو هيستخدم بعد كده مجموعة من المواد ودي مهمة جدا جدا حضرات لازم حضراتكم تكونوا يعني مطمئنين مننا فيها او تكون وصقين فينا ناحية الطالب ان انا بعلمه زي ما علمته ازاي ان هو يصب والعدد والادوات المستخدمة معاه وازاي ان هو ينفذ الغلاف او العلبة اللي هتحط فيها الخرصانة زي ما بنسميها او القواعد دي نفذها ازاي وازاي يقدر يحول ده كل ده لرسم من ينقله من الطبيعة الى لوحة رسم بمقياس رسمه معين طبعا بنعلمه ازاي يصغر المقياس الرسم ويحول الطبيعي الى مقياس رسم موجود على اللوحة لا انا ما بكتفيش بكده او الطالب ما بيقفش عند هذا الحد لا كمان انا بعلمه ازاي يدرس المواد اللي موجودة معاه في عملية الصب الخامات بتاعتها ومصفاتها عشان لو افتكرت ان انا قلتلك في بداية الحلقة انا بعلم الطالب مادة اسمها مادة التخطيط ومادة التخطيط بيشتق منها او موجود داخلها او بيضور في فلاكها حاجة اسمها الموصفات الفنية للخامات المستخدمة فيه الاعمال الخرصاني يبقى هو مش هيقدر يوصف المادة ويتعامل معها اللي ازا كنت انا علمته يعني ايه اللي اسممته وانواعه بيستخدم فيه ازاي وزمن الشك بتاعه اللي ابتدائي امتى كام مزمن الشك النهائي كام والموصفات الخاصة بالرمل والشروط الواجب مراعاة عند استخدام الزلط ومياه المستخدمة فيه اعمال الصب يبقى كل ده بيدرسوا الطالب تحت حاجة اسمها الموصفات الفنية للمواد المستخدمة داخل اللي ايه داخل المشروع يبقى الطالب عارف يعني ايه موصفات فنية ليه مياه اللي هي استخدمها داخل المشروع طبعا تكون مياه صالحة للشرب خالية من الاحماد والقلوات ومشابه وبيتعرض الطالب داخل المعامل في التعليم اللي هو المدارس المتقدمة عندنا اللي هي خمس سنوات بيشوف في المعامل ازاي المياه او بيحلل المياه ويعرف نسبة الاحماد والقلويات اللي موجودة فيها عشاء ومدى صلاحية هذه المياه استخدمها فيه اعمال الخرصانة بما لا يضر تنفيذ اللي هي التمرين طيب كذلك برضو نفس القصة بيعرف كمية المياه اللي المفروض انها تكون مستخدمة داخل عملية الصب كام لتر فيه المتر المكعب واللي انه طبعا اذا زادت عن الحد بتضر وزألت بتضر يبقى ده مهارات بيكتسبها الطالب اسمها ايه كلها كده اسمها المواصفات الفنية للمواد المستخدمة في اعمال الصب يبقى انا بعلم الطالب انواع الاسمنت واستخداماته بيستخدم في ايه بيستخدم ازاي وكمية الاسمنت داخل المشروعات المفروض ان نستخدم كام بما لا يضر داخل ايه بما لا يضر عملية التنفيذ داخل المشروع نفس القصة برضو في دراسة مواصفات الزلط بيعرف يعني ايه احجام بيعرف يعني ايه طبعا ركام الاول اللي هو الزلط ركام الكبير وتدرجه واستخدامه حسب احجامه كل حسب حجمه في استخدامه بمعنى ان الركام الكبير بيستخدم فيه الاعمال الخرصانة العادية والاصغر ثم الاصغر ثم الاصغر زي ما بنقول فيه الاعمال الخرصانية اللي تحتاج ايه اه زلط او ركام ادقى او ارفع فيه اتخانة بتاعته عشان ازدحام عملية حديد التسليح داخل الشدات الخشبية وبالتالي ما تحدثش عندي عملية ايه التعشيش زي ما بنسميه طيب يبقى كل دا كده او حضرتك تكون متطمن عليه ان هو درس معانا المواصفات دي وبالتالي اصبح فني ماير يقدر ان هو يميز ما بين كميات المواد واستخدامها داخل المشروع ومواصفات كل مادة بيستخدمها ازاي بننتقل لجزء تاني انواع الاسمنت وده بيشوف منه الجزء بيكون انواع الاسمنت كاشكالها داخل المشروع وده بتكون اخر حاجة او اخر جزء بنتوقف عنده النهاردة في تخصصنا تخصص اعمال الخرصانة على وعد ان شاء الله اللقاء بكم في الغد القريب واستكمال سلسلة حلقاتنا في اسرائيات التخصصات المعمرية ونحدثكم اكثر واكثر عن تخصص اعمال الخرصانة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته